أكد وزير البترول تارق الملة ضرورة الإسرعي في مشروعات التحول التاقي وخفض الانبعاتات الكربونية وإنتاج الهايدروجين الأخضر والاعتماد على التكنولوجيا والتقنية الحديثة في مجال التعدين للحفاظ على البيئة وخلال لقائه مع وزير البيئة الأسترالية ريس ويتبي على هم الشفاعليات قيمة المناخ بشارم الشيخ أشار الملة إلى أن هناك فرصا واعدة في مصر في مجال التعدين بعد الإصلاحات التشرعية التي تمت من جانبه قال وزير البيئة الأسترالية أن مصر تقدم نموذجا رائعا في استضافة قيمة المناخ التي ستخرج بنتائج إيجابية